نسيب مسلس مزبير ونسيب مصر ونروح للسودان لأن السودان على شفا حرب أهلية حقيقية السودان فيها مكون عسكري ومكون مدني فيها مجلس سيادة وفيها قوات انتشار سريع أو دعم سريع فيها شخصين يعتبروا فرساي ريهان العسكر في السودان وهما عبدالفتاح البرهان وحمدتي حمدتي قائد قوات الدعم السريع والبرهان هو قائد المجلس السيادي والقائد الأعلى للقوات المسلحة طيب المشكلة ايه؟ اللي حصل مبارح ان الجيش السودان يطلع بيان قالك ان قوات الدعم السريع تحركت يا جماعة في العاصمة وفي بعض الولايات من غير ما ترجع لنا ايه اللي بيحصل ده؟ اه هو حمدتي خد قرار وانتشر نشر قواته والجيش قال ان الكلام ده هيأثر على الأمن والكلام ده ممكن يودي السودان لحرب أهلية الأمور تطورت فيه ولاية اسمها مروة وقالوا كمان قوات الدعم السريع ان هم تحركوا في هذه الولاية بشكل كبير ونفو ان الكلام دون تنسيق مع القوات المسلحة السودانية التحذيرات الحقيقة من امبارح من اول ما قوات الدعم السريع اتحركت دون اذن القوات المسلحة وهي بتتكلم يا جماعة ان الخناء دي كانت هتحصل هتحصل لان الرئيس المركب اللي لها رئيسين هتغرأ ما بالك باله والرئيسين دول عساكر ما بالك لو كل واحد فيهم لتحالفات اقليمية وليشغل يعني حمدتي لناسه في الاقليم اللي بيدعموه وعايزينه البرهان لناسه اللي بيدعموه وعايزينه دمعة قوة مسلحة مش طبعية ودمعة قوة مسلحة مش طبعية المواجهة اللي هتحصل ما بين الاتنين هتضمر السودان فيعني دا نداء كده بضم صوتي لأصوات العقل اللي بتناشد السودان ومكونايها العسكريين حمدتي والبرهان يا جماعة اتوا ربنا في السودان رجعوا خطوة وراء كده وسيبوا الناس تروح لانتخابات وسيبوا الناس تروح لحكم مدني وارفعوا قديكوا عن السودان لان اللي بتعملوه دا مش بس هيقسم السودان اللي بتعملوه دا هيضيع السودان للأبد الحقيقة فالدكتور نايل الشفعي كان ليه بوست مهمة أيضا النهاردة بيتكلم فيه عن اللي بيحصل في السودان تعالوا نشوف كتب قال قال المشكلة تفاقمت اول امس لان الدعم السريع حمدتي بدأ في انشاء قاعدة متاخمة لقاعدة مروى الجوية لخوف حمدتي من تواجد مزعوم لقوات مصرية بالقاعدة تدعم الجيش ضد الدعم السريع اهالي مروى احتجوا على وجود الدعم السريع في بلدهم اهالي مروى والولاية الشمالية عموما يرفضون تواجد عرب دارفور قوات الدعم السريع من دارفور على ارضهم حمدتي حصل على 100 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي ضمن ما يسمى بعملية فالتا لوقف الهجرة الافريقية من الوصول لساحل المتوسط ضمن هذه العملية يدعم الاتحاد الاوروبي انتشار الدعم السريع في جميع ارجاء السودان بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية الجيش السوداني لا يستطيع معرضة ذلك ده بيأكد اللي كنت بقوله لك من شوية انه كل واحد في الاثنين البرهان لو مصر معاه عباس كامل بينسق معاه السيسي دعمه فحمدتي عنده دعم من قوى اقليمية اخرى شايفاه والمفروض يكون موجود في هذا المكان العنوان العريض لهذه الفقرة في ثلاث كلمات السودان في خطر